إذا أشكل عليك أي شيء في باب الأسماء والصفات اشتصنا تقول عند العلماء قاعدة آمن تهتدي القاعدة تقول آمنت صدقت سلمت لا تقول كيف تقول آمنت صدقت سلمت أعلمنا الله بأنه ينزل ثلث الليلة الآخر وأنه فوق عرشه وأعلمنا الله سبحانه وتعالى أن المصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي كيف لا تقول كيف ليس كمثل شيء والسميع البصر تقول آمنت صدقت سلمت مفهوم طيب عندنا خلاصة الخلاصة خلاصة هذا الباب ثلاثة قواعد ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى في الكلام على الاستواء وذكرها الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول عندنا ثلاثة قواعد إذا طبقت هذه القواعد في باب الأسماء والصفات أنت على طريقة السلف وارتعها القاعدة الأولى الإثبات تثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم الدليل وهو السميع البصير القاعدة الثانية التنزيه تنزه الله سبحانه وتعالى عماثلة الخلق والدليل ليس كمثله شيء القاعدة الثالثة أن المعاني معلومة كل ما في الكتاب والسنة يمكن وصول إلى معناه لأن خاطبنا الله سبحانه وتعالى بما نعقل ونفهم وقال ليتدبر آياته ولم يستثني شيء وأكثر ما في القرآن آيات الأسماء والصفات المعاني معلومة وقال عرضته المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أوقفه عند كل آية ما استثنى شيء لا الأسماء والصفات ولا غيره إذن المعاني معلومة والكيفية نؤمن أن لله كيفية تلق بجارة عظمته لكن هذا الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة ولا يحيطون به علم وانتهى الباب إثبات تنزيه المعاني معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة وانتهى الأمر وتقف على ما جاء في الكتاب والسنة هناك أشياء نعم لم ترد في الكتاب والسنة لا تتكلم بها لا إثباتا ولا نفيا تركها يعني كلام هؤلاء المتأوكين والحيارة مفهوم وسوف يأتي معنا بعض المسائل زيادة على هذا إذن هذه طريقة الدراسة من أراد أن يدرس باب الأسماء الصفات على طريقة السلف والله أعلم يسير على هذه الطريقة وإلا نسأل الله عافية السلامة انحراف عن هذا الطريق ترجمة نانسي قنقر